ورجعنا مهارة تانية مشاهدينا لسا مكملين مع بعض فقراتنا وصلنا دلوقتي للفقرة مهمة جدا يمكن الناس كلها عايز تعرف ايه اخر الاحداث اللي حصلت في الجلسات المتتالية اللي شهادتها المحاكم الفترة اللي فادت في محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه واعوانه النهاردة ضفنا من خلال متابعيته لهذه الجلسات هيكلمنا عن اهم الاحداث وابرز الاحداث وابرز ما قيلة في هذه الجلسات علشان بعارفين الموضوع ماشي ازاي واحدة واحدة مع بعض النهاردة ضفنا هيكون الاستاذ مجدي دربالة هو صحفي بجريد اخبار اليوم هيكلمنا عن الاحداث دي صباح الخير يا فاندن صباح الخير في البداية كده عايزين نكلم مع بعض عن اهم وابرز الاحداث اللي شهادتها المحاكم الفترة الاخيرة في محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه واعوانه الجلسات متتابعة هتنتهي يوم 16 بعد ما ينتهي الجدول لاتفق رئيس المحكمة المصدر احمد رفعت مع المحامين عليه هتنتهي المرافعات بنهاية محامين الدفاع عن اللواء السابق اسامة المراسي بتقديم دفاعه حاليا بيتم النهاردة تاني يوم في دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق من الواضح ان هو كل المحامين بيحاولوا ينفو مسئولية كل موكل عن الاحداث لدرجة ان بعضهم كان بيحاولوا يشايل التاني محامي عدلي فايد مدير الامن العام السابق قال عدلي فايد له دور اداري وليس له دور فني في هذا الموضوع فيما يعني ان المسئولية لا تخص عدلي فايد بل تخص وزير الداخلية واسماعيل الشعر واخرين كل محامي بيحاول ان ينفو التهم عن ايه عن موكله الرئيس السابق طبعا بيوتامة على اخر على اخر رئيس السابق كان محضرش جلسة اول امس بسبب سوق الاحوال الجوية عشان بيجي في هلوكوبتر كان فيه يعني كان الاحوال الجويس ايه جدا وجيف في جلسة امس وكان رئيس المحكمة قعد شرح له يعني كما نص القانون اه لان هو متهم فلا يجب ان يعلم ماذا قيل ان تم كذا وكذا وكذا حتى من ضمن المفارقات ان رئيس السابق قال له شكرا يا رئيس هو الرئيس السابق بيقول لرئيس المحكمة شكرا اول مرة يقول يا رئيس لحد غيره فيه تلاتين سنة فده من المفارقات اللي كانت في جلسة امس اه لأ دي حاجة يعني متعديش كده تمام بدأ يتعلم يعني يقول كده مرة مرة في اول جلسة قال له افندم انا موجود فيعني ده من الايه من المفارقات اللي موجود اه طبعا يعني الدباجة بتاعت كل الجلسة كانت تكررت امس ان علق مبارك كان دخل بكرسي جمال مبارك ظل واقفا وبيدون ملاحظاته وبيقول للرئيس الوالده يعني لان والده طبعا ممكن ما يكونش بيسمع كويس بيقوله التفاصيل ما بيحدث في الجلسة زي ما كان بيحصل قبل كده كتير دايما بنشوف علاء دايما بيكلم والده او الرئيس سباق محلح حصني مبارك بيقوله ايه اللي بيحصل او بيقرب له يعني الكلام اللي بيتقيل تمام اول طبعا المحاكمات فيها جدل دلوقتي لان طبعا الدفاع بيتبرى انه يظهر براءة الاطراف الموجودة وكل طرف بيحاول ينقب المسؤولية عن نفسه وبيحاولوا يفهموا او يقنقوا المحكمة انها كانت مظاهرات سلمية لم تكن مظاهرات سلمية ورغم ذلك الداخلية قامت باعطاء تعليمات بضبط النفس وديت اللي النيابة بتجهز حاليا ملاحظاتها عشان تقدم مذكرة رد واضحة على كل شيء بداية بما قاله الاستاذ فريد الديب عن الرئيس السابق طبعا بمناسبة ضبط النفس يمكن الدفاع المعني بحبيب العدلي وزير الداخلية السابق بيقول ان هو لم يعطي الاوامر بقاتل المتظاهرين ولكن هو امر بضبط النفس فاي الحجة اللي قالها او اللي تقالت قدام القاضي علشان يقدر يفصل ازاي ان هو فعلا ما امرش بقاتل المتظاهرين ولكن امر بالضبط النفس هو بيستشهد ان اوامر دفاتر الامن المركزي اكدت ان العساكر لم يخرجوا مسلحين ده في اليوم اللي هو تمانية وعشرين فهو بيرد على ان النيابة قالت انهما خارجوا مسلحين قالك انهما خارجوا يوم خمسة وعشرين مش تمانية وعشرين دي الحجج اللي بيترحها انهما انيابة مجهزة ردود واضحة على الاجتماع السري اللي ضم قيادات الداخلية مع حبيبي العدلي اللي تسمى كأنه مجلس حرب وصدرت بعدي القرار بخروج مسلحين وكان سبب في الانفلات الامني ما احنا لازم نربط الاتنين ببعض الانفلات الامني ما كانش معمد ان الداخلية فتحت السجون ولكن سحب قوات التأمين من السجون كان قد الانفلات لما يبقى مثلا سجن زي سجن ابو زعبل فيه خمسمائة فرض من الامن المركزي بيأمنوا علشان محدش يسرقوا يقتحموا ويتسحب الخمسمائة دول عشان يتجهوا للمظاهرات دون ان يتم الاستعاد عنهم ما ده سبب الانفلات لان يتهاجم السجن وخرج منه كاتيرين لم يحدث الامر في ترى ترى ما تسحبش منه كمية كبيرة فنسبة الهروب فيه كانت ضعيفة جدا او تكاد تكون معدومة وكذلك سجن برج العرب فكان الاجتماع دوت هو سبب ايضا في الانفلات الامن انفلات الامن دي كلمة بتجيش كتير يعني في ذكر القضية بس ده ده شيء يهمنا احنا كمصريين لان الانفلات الامن ادى لأصار سلبية علينا لان هروب المجرمين يعني لازلنا بنعانوا منه حتى زي اللحظة لازالة 4500 هارب حتى زي اللحظة من السجون وراء ارتكاب كثير من الاحداث ده جزء من المحاكمة انا عايز عرف حريب تقول ان حجتهم كانت هي انه الشرطة كانت غير مسلحة تمام تمام طيب والسديهات والشرايط والشهداء دول كانوا نتيجة لايه ده اللي النيابة هترد بيه ان فيه سديهات طبعا كتيرة متحرزة ان فيه ناس مطلق عليها رصاص حي طبعا احنا بنفصل هنرجع برضو الفصل ما بين اللي تقتل وقدام لأسام وطبعا دول بيتحاكموا امام محاكم اخرى وليست هي نفس محكمة الرئيس السابق وابطنطو ونفرق بين المتظاهرين السلميين اللي قتلوا امام تشهدوا في الميادين العامة مدان التحرير مدان الاربعين مدان القائد ابراهيم ودول عددهم 193 وده اللي بيتم المحاكمة فيهم لان دول في بعضهم اتقنص بعضهم اتصاب بخرطوش كان هناك حتى المصابين كان هناك خرطوش بقاصد العيون ايوة طبعا ده رد النيابة النيابة مجاهزة ردود كاملة على كل النقط اللي قصرها الدفاع الجسس بتتكلم يعني مش كانت المسألة ليست سهلة ليه مش سهلة اقول له حضرتك ليه ما كانش فيه طب شرعي هو دايما في اي جريمة قتل فيه اركان كثيرة عشان تثبت التهمة على شخص معين لازم تجيبي المجني عليه انه مات في المكان ده ومات بأثر كذا كان طب الشرعي يعتبر غائب في هذه الفترة بسبب الانفلات انا مش هقدر حضرتك بس هو في حالة زي دي احنا بنرجع فيها للقوانين انه ما كانش فيه طب الشرعي فاحنا ما نقدرش نقول اذا كان ده دول شرعه ده لازم نرجع على ده ما هو عشان نسبة حقوق دول بس دي حالة تثبت يعني حالة تسمح ان احنا لازم نرجع ما هو ممكن يحصل ان حد ما لوش علاقة بالموضوع وده حصل يعني اعضاء التحقيق وهم بيدعوا التحقيقات فوجه انه ناس ما لهمش علاقة ان الناس ميتة في تحت كباري وفي الهرم حابوا يحطوا ولادهم من ضمن الشهداء فحصل لغت كتير وبعضهم هددت دكاترة قال لهم لو ما كتبتوش تقرير ان ابني كان من ضمن الشهداء هنموتكم فحصل بعض اللغت ده اللي كان يحتاج الى تنقية انا نضيف لكده ان لجنة تقصي الحقائق اللي هي قامت برصد هذا الموضوع لان النيابة ما بدأتش التحقيقات كانت لجنة تقصي الحقائق هي اللي بدأ فيه مش هو ده اللي يهمنا دلوقتي انه مين حط اسم ابنه علشان ياخد مكانه بتعويض او كده انما اللي يهمنا انه فيه شهدماته بخارطوش وماته برصاصحي دول بقى اخبارهم ايه هو ده لنا كنت اصدق هي ده بقى حجتهم بالزبط طيب فيه حاجة مهمة جدا انه البنك المركزي ارسل تقرير فيه ملفات ومستندات وتحويلات خاصة بالحساب السري اللي كان بيتعامل عليها رئيس السابق محمد حسني مبارك لنايب العام علشان يتكلموا في نيابة الاموال العامة لاستكمال التحقيقات في الموضوع ده ايه اهم اللي حصل في القصة دي بالنسبة للملفات والمستندات اللي راح يتقو اللي تم ارسالها من خلال البنك المركزي هو رد البنك المركزي نفس الرد اللي قاله في الصخف انه هو ان هذا الحساب موجود وكان من ضمن يعني من ضمنه التبرعات من دول اخرى بعد بعد الكوارث طبعية لأصابة مصر وارسل الدكتور فروغ العقدة بالتفصيل تفنيد الحساب وان الرئيس السابق قال لك ان لا يصرف من هذا الحساب الا بعد الرجوع ليه يعني كانت الشبهات كثيرة احاطت او مفجرتها بعض وسائل اعلام فيما يخص ان البنك المركزي دلس على الرئيس السابق واخفال وحسابات والكلام دو ويعني انا في هذا الصدد احب ان اقول انه لم يزبط حتى زي اللحظة اي ادانة للبنك المركزي ومن الخطر ان نخض في هذا الملف باتهام البنك المركزي لان ضرب القطاع المصرفي في مصر هي يعني الاجهاز على الاقتصاد خاصة ان البنوك اي مستثمر خارجي قبل ما ييجي يستثمر في مصر بيشوف ايه وضع قطاع البنوك القطاع البنوك عندنا لو حصل فيه هزة من الممكن ان يتأثر الاقتصاد والاستثمرات تأثر كامل هذا الموضوع طرحه واصاره مسئول سامق في الجهاز المركزي للمحاسبات فالمسئول قال لحجته ورد عليه محافظ البنك المركزي ببيانات فانتهى الامر بالتحقيق اللي هو لازال المستشار علي الهواري لمحامل عامل نيابة الاموال عامة بيستكمله هيستدعي طبعا الدكتور فارول وقد سمع اكواله وقد يتم تشكيل لجنة فنية لفحص هذه المستندات في وضع تاني الحقيقة يعني المحامي فريد الدي بمفاجئاته ما بتخلصش وحججه بتدعو احيانا للاستغراب او مش عارف اقول ايه عليها الحقيقة ولكن هو بيقول انه الرئيس محمد حسني مبارك السابق مفوض ان هو يتحاكم وحاكم خاصة لانه وفقا للدستور هو لسه رئيس الدولة هو كمان نتكلم في عاجة غير كده هنتكلم على القانون القديم كان ارساه الرئيس السادات الرئيس الرحل امر السادات قال ان ابطال حرب اكتوبر اذا تركوا منصبهم المدني يعودوا الى منصبهم العسكري فهو الراجل قال لك خلاص رئيس مبارك الرئيس السابق يعود الى منصبه كقائد للقوات الجوية ولقى بالفريق ومن ثم لا يمكن محاكمته امام محاكمة مدنية واجه محاكمته امام محاكمة عسكرية طبعا نيابا العامة المصطشار مصطفى سليمان محمد العامة الاول والمصطشار مصطفى قاطر مجهزين ردود كاملة على هذا الامر وعدم منطقيته في هذه الظروف يعني ان مبارك خارج القصة لان هو اصبح رئيس الجمهورية سادات كان يقصد اللهم في مناصب مدنية اخرى مش رئيس الجمهورية يعني ان ده رئيس الجمهورية خرج من هذا الاطار ففي ردود جهزها نيابا مجهزها اللي ضحض هذا الامر وردود تؤكد شرعية المحاكمة الكلام ده يوم 17 فبراير بعد انتهاء كل المرافعات النيابا هتبتدت تطرحوها مع نقط اخرى هتفنت بيها دفاع حبيب العدلي وحسن عبد الرحمن اللي بيحاولوا فيها تنصلوا من المسئولية الحقيقة الناس الفترة دي وخصوصا بعد الاحداث الاخيرة اللي بتحصل واللي بنعيشها كلنا في مصر الناس عندها بعض الشكوك وعندها بعض التخوف ويمكن كل الاعادات اللي بتحصل ما بين كل المصرين هو بيكلموا في الحكم على مبارك والعدلي زي ما بيقولك الناس عندها تخوف الناس خايفة ما يخدوش حقهم او ما يتمش القصص من العدلي والرئيس السابق توقعات حضرتك ايه للحكم على هؤلاء النظام السابق طيب احنا نتكلم بالمنطق بعيدة على العواطر تمام ونتكلم بشكل علم يكون كويس جدا تمام احنا متوقعين حكم احنا عايزين حكم عايزين اعدام تمام طب بلاش حكم بلاش محكمة ما نحاكمهم سوريا وخلاص طالما في محكمة هنرضى حكمها ايا كان هو ايا احنا مطلوب القصاص للشهداء ممن قتلهم وممن مسؤول المحكمة هي اللي تحدد انما في النهاية احنا يهمنا القصاص للشهداء القصاص للشهداء مش احنا اللي هنحدد نقول لا ده وده وده هم المسؤولين وإلا ما كانش فيه دور للمحكمة المحكمة دية جهة يجب ان نعظمها جميعا هي والنظام القضائي ان احنا نترك ليهم كل الظروف علشان يقتصوا للناس علشان المحكمة لو حسد برهبة القضية ده تنتهي انما بعد كده لو تهز النظام القضائي اول ناس هتتضر ومش هتعرف تحصل على حقوقهم الفقراء الغاني هيعرف يحصل على حقوقهم يجب ان نسند النظام القضائي بقوة ونترك له الفرصة كاملة لو توقعنا الحكم يبقى القضية يسيب يسيب بقى القضية ما يشتغلش يبقى خلاص يبقى الحكم معروف مصدر لا مش هيسيب القضية بس على الاقل ان كل وقت فيه يختص للشهداء ما ولازل احنا بنتكلم في القصص من الشهداء مش انا اللي اقول ان ده وده وده هم المسؤولين وإلا القضي ما بقاش لي دور احنا دلوقتي فيه شهداء يعني فقدوا دماؤهم الغالية دفاعنا عن حرية الوطن تمام وبحثنا عن مصر جديدة ما فيهاش فساد فقدوا اروحهم مقابل هذا الدفاع عن حق الوطن يجب ان يتم القصص ليهم القصص ليهم من مين ومسؤولية كل واحد ايه فيه في قانون الفاعل والشريك والمحرد والكلام ده ده كلام قانوني انا معرفوش انا يهمني ان انا اترك للمحكمة كل الظروف ان تحكم بما تراه هي حكاية ان مبارك يعني احنا بنودين مبارك شعبيا انه الناس حاسة ان احنا بنكابر ان احنا عارفين كل واحد عمل ايه ولا طبعا ده هيبقى من اختصاص المحكمة ان هما او القاضي ان هو ده هيخصص ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه ويتحاكم على اللي عمله ولكن الناس خايفة انه يحصل تضليل جوة المحكمة او يحصل اي حاجة في الناس الكلام خطر برضو انا بشكك في المحكمة ان انا اضل المحكمة مش بنشكك باس حريك بتقول دلوقتي نحن لازم نرتضي باي طب هنرتضي اكيد هنرتضي بس نرتضي بايه نرتضي بالحكم الحكم ده قد هيكون ايه لانه في الاخر ده جلسة يعني عايز اقول لحضرتك حاجة هنفترض ان مبارك حصل على حكم الاعدام او المؤبد صفوة الشريف وحبيبي عادل ياخدوا خمس سنين يخرجوا في احنا كده نرتضي بحكم المحكمة صفوة الشريف وحبيبي العادل صفوة الشريف مش في القضية ده لا عمتا انا بقولش في العموم يعني على النظام السابق تتكلمي في بعض الناس مش فهمة بتتكلم تقول جمال مبارك لازم ياخد اعدام جمال مبارك بيتحكم في حاجات مالية ايو بالظبط يعني برضو ناس مش فهمة للأسف يعني المحامين محامين الدفاع بالحق المدني ما فهموش اسر الشهداء كل حاجة اسر الشهداء ما تقضى ان جمال مبارك وعلاق مبارك لهم علاقة بالقضية انما جمال وعلاق مبارك بيتحكموا في قضية تانية خالص اللي هي الاستفادة من اموال ابيهم للحصول على الفلات واستغلال النفوس اللي مرتبط بقضية الرشوة لحسن سالم وتصدير الغاز ودي قضية واضحة برضو وضوح الشمس حاول فريد الديب ان يبين ان هناك مبررات لموقف مبارك ان الغاز كان مصاعر من جهة تانية مش منه هو فبيحاول يدفع عنه حاولوا ان يبرر ان حسن سالم كان رجل المخابرات كلام ده كله مردود عليه النيابة هترد ورد حاسم على هذا الامر ومما لا شك فيه ان التخصيص حسن سالم على وجه التحديد دون غيره للموهمة دي عليه علامات استفهام خاصة ان مبارك حصل مقابل هذا التخصيص على الفلات والقصور اللي هو فيها هو اولاده في شرم الشيخ فهناك مقابل لده فده اعتبر رشوة يعني كله املنا انه القانون ياخذ مجرى واكيد هيبقى لينا لقاءات اخرى نستكمل فيها بعض الاحداث اللي حصلت ان الجلسات اكيد لسه مش هتخلص دلوقتي اكيد هيكون هنا لقاء اخرى اعتقد ان مارس هتنتهى القضية في مارس في مارس ان القاضي ينهي في نهاية فبراية دي ده توقعات حضرتك يعني حسب الشواهد وبعض اتصالاتي الشخصية بالقائمين على الامر في القضية ان القاضي ارى القضية كويس هو ومساعدي مسشار هاني برهام ومسشار عاصم بسيوني عضو اليمين والشمال تمام وهيبتدي يوم 18 يخلص كل المرافعات ويحجزها للحكم بعد شهر يقعد يتداول مع المساعدي وقد يصدر الحكم في مارس يعني استاذ مفدي برضو لازم يكون معنا لقاء عشان نتكلم في حاجة مواضيع كمان مهمة جدا نازل نتكلم فيها مع بعض انا بشكرك على وجودك معنا نهاردة نورتنا استاذ مجدي مرسي مشاهدين كان معنا الاستاذ مجدي دربالة هو صحف بجريدة اخبار اليوم اتكلمنا نهاردة عن الجلسات المتتاللة للرئيس السابق محمد حسني مبارك واعوان وهنرح للفاصل ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقناتنا ونهاركم سعيد